ترأس رئيس دولة فلسطين قررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنصيق الامني مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الان جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تداعيات المتزر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين بحق ابناء شعبنا والتي ادت الى ارتقاء 11 شهيدا وجرح العشرة ان التنصيق الامني مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الان وفي هذا الصياق نحيي ابناء المؤسسة الامنية على مواقفهم المشرفة دفاعا عن مشروعنا الوطني ومصالح شعبنا كما نحيي المؤسسات والفعاليات الوطنية التي تصهر على المقاومة الشعبية السلمية وتدعوها للمزيد حماية لابناء شعبنا ومقدراته في مواجهة ارهاب المستوطنين وقوى الاحتلال وقررت القيادة وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبردينة خلال مؤتمر صحفي عقدا في تلفزيون فلسطين التوجه الفوري لمجلس الامن الدولية لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب وأشار أبردينة إلى أن القيادة قررت التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف المتزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المتزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولية التوجه الفوري لمجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف المتزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين اليوم إلى الملفات التي سبق تقديمها إلى المحكمة الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن كما قررت القيادة استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني وقال أبوردينة في البيان أن الرئيس يدعو جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له